فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل نعم وهذا أيضا حديث آخر في الصحيح وتكاهرة الأحاديث الصحيحة في هذا الأمر لأنه مهم جدا وإن تساهل فيه كثير من الناس أو تناسوه أو وقعوا فيه فإنه مهم جدا والنبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه في آخر لحظة من حياته لأهميته ولنصحه لأمته فيجب أن يكون هذا محل اهتمام المسلمين وأن الدعاة يتوجهون إلى هذا أول شيء أول ما يدعون الناس إلى التخلص من هذه الأمور أما أن يدعوهم إلى حسن الأخلاق والصدق في البيع والشراء وغير ذلك من الآداب الشرعية فهذا شيء طيب نعم ولكنه لا يكفي بل لا بد من الاهتمام بما هو أهم منه وهو إصلاح العقيدة فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة الحرجة اهتم بهذا الأمر وفيه أيضا أنه عند المناسبات تذكر الأشياء المناسبة فإنه عند موته والقرب من دفنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم كما اتخذت قبور الأنبياء من قبله فلذلك حذر من هذا الأمر في هذه المناسبة من أجل أن يتنبه المسلمون ولسيما قبور العظماء كالأنبياء والصالحين والعلماء فالفتنة فيها أشد وفي هذا الحديث في أن أم سلمة وم حبيبة بن تبي سفيان زوجتي الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهما هاجرت إلى الحبشة مع من هاجر والحبشة بلاد نصارى وكانوا يعبدون الصليب ويعبدون المسيح ولهم كنايس يقيمونها لأجل عبادة المسيح وعبادة الصليب ويعبدون عيسى وأمه ولذلك يسمونها مارية أي مريم يسمون هذه الكنيسة مارية يعني مريم لأن مارية عندهم معناها مريم أم عيسى فهم يعملون هذا العمل ويصورون هذه الصور ويعلقونها ويعلقون صورة المسيح مصلوبا على الخشبة فيها ويعلقون فيها الصور وصورة العذر وما أشبه ذلك فهذا فيه التحذير من تعليق الصور في البيوت أو في المجالس أو في الغرف أو في المساجد فإن هذا مدعاة لعبادتها من دون الله عز وجل وديننا جاء بسد الوسائل المفضية إلى الشرك وإلى البدعة وإلى المحاذير فهذا من أعظم المحاذير وفيه أن من فعل ذلك فهو من شرار الخلق قال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله فمن يبني على القبور فهو من شرار الخلق وقد جاء في الحديث الآخر إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحيا والذين يبنون على القبور فهم شرار الخلق مع أنهم الآن يدعون أنهم صلحاء الناس وأن هذا من محبة الأولياء والصالحين ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويزعمون أن هذا هو رأس الخير مع أنه رأس الشر وأن فاعله هو شر الناس والعياذ بالله